بسم الله الرحمن الرحيم رب يشعر لي صدري واسل لي أمري وحل العقدة تم اللساني في قولي. السلام عليكم جميعا ورحب فيكم أخواني وخواتي في هذا المقرر مقرر مشاركة المجتمعية والتنمية. وكنا توقفنا عند كيف أن هناك متطلب في الحقيقة للعمل الجماعي من خلال صناعة الأثر التراكم. الإنجاز التقليدي أخواني وخواتي هو يقوم على دائما تجديد داخل المؤسسات، تجديد القيادات، صناعة روح المثابرة، روح المبادرة، روح الإحساس بالمشكلات. ولكن يقوم في الأساس على الأثر التراكمي يقوم في الأساس على أن المجتمع كله يسهم في صناعة الفارق والأثر على مستوى الاجتماعي. وهذا يعني أننا نستطيع أن نرفع قدرات مجتمعاتنا فقط من خلال مشاركتهم في الإنجازات. فكلما كان المجتمع مرتبط في مفهوم الإنجاز، كلما صار المجتمع هو أكثر قدرة أنه يصنع أثر تراكمي وبشكل كبير. لذلك نقول اليوم أن نركز دائما كيف أن ندمج مختلف أنواع المجتمع المستهدف من خلال أن ندمج الطبقات المختلفة في حل مشكلة. نحن لما نتكلم على معالجة قضية مثل قضية الفقر، لا شك أن إدماج مختلف طبقات المجتمع سوف تسهم بشكل أو بآخر في القضاء على الفقر. إذا لم أدمجت الفقراء والطبق الدنيا والطبق الوسطى ويمكن بعض الطبق العليا أو القريبة من الطبق العليا لن نستطيع أن نحل مشكلة الفقر. وخاصة نحن مستهدفين عالم في عدالة، في توزيع صحيح، في النسبة الأعلى هي الطبقة الوسطى وهكذا. وإحنا كتبنا كلام كثير في هذا المجال. ولذلك دائما في اقتصاد اللهم نحن نقصد في التغيير في الاقتصاد الاجتماعي أن هناك في الأخير هو عبارة عن نوعين من الجهود. جهود في الحقيقة مركزة على المشاريع تصنع تأثير في الاقتصاد الاجتماعي وتقلل مشاكلة وتزيد من فرصة. وجهود تساهم في التحول أو نحو التنطوير. يعني إذا ما حققنا هذا النوع من الجهود المشتركة لن نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى من الجهود المستهدفة. جهود المركزة في البداية هو أن مشاريع تصنع تأثير في الاقتصاد الاجتماعي تقلل مشاكل المجتمعات وبالتالي تسهم في زيادة فرصة وبالتالي تسهم أيضا في أن يكون في عندنا تحول نحو التطوير بدلا من النمو وتكون مركزة على مشاريع تصنع تأثير في الاقتصاد الاجتماعي وتقلل مشاكلة وتزيد من فرصة ليكون لتكون مجتمعات هناك سليمة متعاونة صحية بكل معنى الكريم وهذا يطلب طبعا أن نحن نعرف ماذا نقصد بالتغيير في الاقتصاد الاجتماعي عشان يكون عندنا أثر حقيقي لازم يكون أيضا أن نحن في مراحل الدائرة الأولى نفهم أن نحتاج أن نجدد عقلية المجتمع من خلال منهجية الملاحظة ندمج المجتمع لكي يتعلم كيف يلاحظ الفرص الموجودة في داخله ثم كيف يستديم صحوة العقلية ويقتنصها للفرص من خلال النزول للميدان وكذلك الدائرة الثانية كيف ننطور العقلية من خلال التعامل مع مشكلات الميدان نستكشف فرص جديدة في مراحل صناعة النموذج اقتصادي والاجتماعي وبعدين كيف نرفع القدرة من خلال ممارسات اقتصاد الإلهام التي تقوم على تحديد التحديات والمشاكل المجتمعية المستجدة الموجودة في داخل المجتمع وتزيد من انتاجها وتزيد من أيضا جودة الحياة لديه وتصنع القدرة على رفع الطموح لدى الفئات الهشة والمهمشة في داخل المجتمع وبالتالي تقلل من مشاكل هذا المفهوم في التغيير هو الذي يدمج المجتمع لما نجعل المجتمع يحدد تحدياته يحدد مشاكله يعني لما ذهبنا إلى البوسنة مثلاً احنا ساهمنا في ان كيف المجتمع يشارك معانا في يحدد تحدياته فمن خلال النقاشات من خلال الورش العمل من خلال الاستبانات من خلال المرة ثانية المؤتمرات اللي سويناها في البدايات ساهمت هذه كلها في ان احنا نحدد ان فيه والله خمس مشاكل رئيسية سوف نعمل عليها تتعلق في المرأة، تتعلق في الشباب، تتعلق في فرص العمس، تتعلق في الهجرة، تتعلق في روح الريادة أو روح الإيجابية هذه الخمس مشاكل هي اللي شكلت معظم مشاريعنا التي عملنا فيها في داخل البوسنة وهذه الدائرتين مثل ما قلنا هي دائرتين مهمتين لذا دائما نقول ان احنا لو نشتغل مع دائما ما نشتغل في مشاريع تتعلق في الشراكة المجتمعية يفترض ان نركز على الاصول المجتمعية نركز على كيف ان نصنع من هذه الاصول نوعية ثانية من المشاركة المجتمعية فصنعنا مثلا في موريتونيا في قرية الدار البيضاء بدأنا في عمل تعاونيات التعاونيات هذه بدأنا نبني من خلالها نوع من التناغم بين هذه التعاونيات بدأنا نعمل على عوامل تعزز الإيجابية في داخل هذه التعاونيات بدأنا نبني مفهوم المعرفة الجديدة التي تتشكل من خلال هذه التعاونيات التعاونيات في كل مجالات في مجال المسمكة والعمل في السمك والعمل في اللعوم والعمل في الخضار والعمل في محلات البقال العامة ومحلات الكمبيوتر ومحلات الطباعة والخياطة والصالون الحلاقة كل ما يحتاج الفقراء في المنطقة هذه بحيث أن نحن نبني تعاونيات متكاملة تسهم مع بعضها البعض على صغرها على الاستثمارات البسيطة اللي فيها على نتعزز روح الإيجابية تعزز روح الابتكار في داخل المجتمع الفقراء بالنسبة لهم وتعمل حزمة في الحقيقة عملية تقضي على الفقر تدريجية يصبح هما يقضون على الفقر وندعمهم بالمسابقات فصارت المسابقات هي التي تسهم في صناعة المجتمع المبتكر وبالتالي تسهم في أن يكون هناك في بدائل متوفرة في داخل المجتمع للبعد عن الفقر البداء المتوفرة مثلاً ادخال عملية التعليم في التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية في داخل هذا المجتمع استخدام قدرة التدريب وتوعية الفقراء وتغيير الصورة النمطية في عياتهم في أيضاً القضاء من خلال التعاون مع الجمعيات أو التعاونيات التي نشرناها في القرية كمثل ونحن نتمنى يكون نموذج جغرية الدار البيضاء في موريتانيا في نواكشود ينتشر إن شاء الله في كثير من دول المغرب العربي أو في العالم بشكل عام بدءاً من إن شاء الله نعززها أيضاً وننشرها أكثر في موريتانيا والدول المشابهة له طبعاً هذا ما يؤكد أننا في الأخير نعمل على مفهوم الإنتاجية التي تعزز عملة الإلهام التي تأتي من خلال المجتمع فكلما كان هناك تصور ونية للغاية النهائية التي نعمل عليها في المجتمع كلما سعيننا في الحقيقة لبناء مشقة في تحقيق انتفاع البشرية وكلما تضاعفت فرص عملية الإلهام لدينا وبالتالي بدنا ندخل في منطقة الانتفاع المستهدف والتي تكون فيها في الحقيقة الإنتاجية فيها اللي هي النية والتصور عالية وبالتالي الموارد أو السعي أو الفرص اللي هي تعتبر المدخلات تكون هي مرة ثانية متساوية مع الأثر المستهدف وقد تكون أحياناً إحنا يكون حجم الانتفاع الأثر قليل مقارنة بحجم الموارد فيكون هذه طبعاً خسارة كبيرة لكن لما نحاول نصنع في الحقيقة نفس الأثر بموارد أقل إحنا بدنا نؤثر في المجتمع ولما نبتدي نصنع أثر كبير بمقارنة موارد أقل إحنا نبتدي نصنع في الحقيقة قصة نجاح كبيرة ولما نصنع مرة ثانية أثر كبير مع المحافظة على الموارد ومستوى الزخم في الموارد أو استخدام الموارد أيضاً بدنا نصنع أثر كبير وطبعاً البركة والأثر الأكبر هو لما نصنع أثر أكبر وبموارد أقل هذا مفهوم اقتصاد الهام اقتصاد الهام يقوم على هذا التوجه أن يحاول أنه فعلاً يساهم في نشر أن يكون في أثر أكبر وتكون الموارد كما هي أو أقل أو تكون في الحقيقة يعني على الأقل في نفس التوجه بحيث أن تكون المدخلات الاستخدام يكون أقل يكون السعي أقل والفرص المستهدفة تكون أكبر طبعاً بشكل كبير ولذلك نقول نسبة الإصابة للمستهدف يعتمد على مدى مشاركة المجتمع فكلما كان مجتمع تداخل مع هذا المفهوم كلما احنا اشتغلنا في هذه المنطقة أن المدخلات الموارد تكون أقل ما نستخدم كثير موارد ولكن النتيجة والأثر يكون كبير وهو فعلاً مستوى البركة الذي نسعى له جميعاً طبعاً في اختصال الهام نعمل دائماً للمستقبل والمستقبل المستهدف في الحقيقة أن نلهم المجتمعات من خلال مبادئ ومقاييس من خلال نماذج وممارسات تسهم في التغلب على التحديات المجتمعية وتجعل لها القبول الاجتماعي وبالتالي تجعل هناك الهام مرتبط بدوائر من الأسرار وطبعاً تصنع التصور المناسب وتصنع الإبداع والتعلم المناسب وتصنع طبعاً الاستكشاف والتطبيق الميداني المناسب هذه الدوائر للهام تستمر بهذه النقاط أنه في تصور في تصور جماعي مقصود فيه لكل معارف كيف الهدف المستهدف فيه إبداع فيه تعليم وتعلم وفيه بحث واستكشاف وتطبيق ميداني مستمر هذا اللي يصنع في الحقيقة لنا أشخاص مؤثرين في المجتمع على المدى البعيد يتكررون ويزيد عددهم بحيث تتقل المجتمعات مثل ابن سينة مثل الغاندي مثل محمد عليك لاي وهؤلاء هم الذين يصنعون أدوات هندسة الإلهام التي هي عبارة عن أدوات متجددة تستخدم لحل مشاكل المجتمعات إذن نحتاج نوع من المشاركة والإدماج المجتمعي في قضايا التنمية المجتمعية التي تسهم في الأخير في نقل المجتمع نحو الفكر الاستراتيجي بحيث يعمل على ما يستطيع القيام به المجتمع وبحيث أنه يرى ما يجب القيام به أيضا كمجتمع ثم ما يجب أن يعرفه المجتمع دائما يقوم به ويحققه على المدى البعيد وعلى المدى القصيد هذه الفجوة التطبيقية المعرفية هي اللي تسهم في استقلال قدرات المجتمع من خلال مختبرات الإلهام هي اللي تسهم في الحقيقة في التقليل من المشاكل تسهم أنه يكون فحنا في عندنا اليوم كيف نوصل مرة ثانية المجتمع أنه يصل إلى البحيرة بدون ما نمر على المخاطر أو نصنع مثلا مسارات وهايويز سريعة بدون ما نحن نخاطر في المدارس ومن خاطر أن نمر في المناطق الصناعية هذا المفهوم كيف ننحرك المجتمع وغيره بحيث أنه يتقبل التغييرات الجديدة في أنه رح يكون مجتمع ليس صناعي ولكن مجتمع في ثقافة السياحة فهي بحد ذاته يصنع الجديد الذي إحنا ممكن أن نعمل فيه في تغيير المجتمع وتطويره بشكل أبو آخر حتى ثقافة حمل الطرق يفترض أن يكون فيه تغيير مجتمعي زائد تغيير أو تغيير بنية تحتية واضح حزاسي يستمر وينجح الأثر بشكل كبير لذلك هذا التمرين هو يركز على كيف أن يظهر قدرات المجتمع من خلال الشراكة بحيث أنه يكون الطريق هو يركز على كيف أنه ممكن الشاحنات ما تؤثر على الطريق الصناعي وأنه كيف نستطيع أن نربط المدرسة بالمدينة وكيف أنه يكون آمن وبحيث أن الطريق يكون يوصل الناس إلى البحيرة أيضاً في النهاية فلذلك نحتاج إلى أن نظهر قدرات المجتمع كيف أنه يكون نحط شركاء من هم الشركاء هل هم البلديات هل هم المدينة الصناعية هل هم مرة ثانية الناس الذين جمعون إرادات الحكومية وبالتالي نبين الاهتمامات المشتركة والله ترى الاهتمامات المشتركة نحافظ على العائدات بشكل عام والله نحافظ على مثلاً فاهيم التكلفة وتغليل التكلفة حافظ على البيئة وأيضاً ناخذ معلومات أخرى عن مثلاً الطرق كيف أنه سيئة حالياً كيف أنه ممكن يتأخر تصليحاتها نفكر أيضاً في مرة ثانية كيف أنه نبعد المجمعات الصناعية على المجمعات السكنية كيف نحسن التواصل بين الناس على الطريق لو صار في حوادث وكيف أنه نهتم بحماية الأطفال وسلامتهم كيف أنه نبني حلول حق المشكلة التي قد تحدث أو حدثت إن شاء الله مثلاً حوادث الطرق كيف نتجنبها مرة ثانية أخرى وأيضاً طبعاً كيف أنه نبني وظائف من خلال هذا المشروع مشروع الهايوية الجديد وطبعاً كيف أنه نبني معلومات إضغافية ندخلها على المنظومة المعرفية مرتنا في طريقة العمل تكون حكومة محلية لذلك نقول دائماً المشاريع الملهمة المشاريع التي تحول الإلهام الشخصي الإلهام الشخصي إن شخص واحد يؤثر في مجموعات يؤثر في أشخاص وهذا عبر التاريخ حتى بداية القرن العشرين كنا دائماً ركز على الإلهام الشخص والأشخاص الخارقين يعني عادة تلاحظ مثلاً غاندي وغيرهم 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 كلها كنا نظر لهم إنهم لنسوا المندلة وهكذا اللهم أشخاص كانوا خارقين يعني نعتبرهم هما ليسوا خارقين هما يعني فهموا لعبة الإلهام متطلبات مصادر الإلهام مكونات الإلهام وبالتالي فهموا أيضاً كيف يلهمون المجتمعات لذلك العالم اليوم هو من بداية القرن العشرين ونحن في الغرن العشرين بدأنا نفهم شاناً معنات الإلهام الجماعي كيف إنه مجموعة من الأشخاص يبنون شراكات مع بعضهم البعض ويبنون مصادر الإلهام السليمة التي تصنع الأثر على المستوى المجتمعي بطريقة أسهل وأسرع وأفضل وبالتالي تصنع قوة أكثر استدامة على المستوى البعيد طبعاً إحنا دائماً في مفهوم الشراكة المجتمعية دائماً نفرق بين الشراكات المبنية على مستوى النمو وعلى مستوى التطوير وعلى مستوى التطور لما نتكلم نمو تزيد في الموارد الدراسية مثلاً لو تكلمنا في القطاع الجامعات تزيد في توزعات المباني تزيد في المشاريع من الطلبة تزيد في التزام بمطلبات الاعتماد الأنظمة توسع المراكز البحثية تزيد عدد الأنشطة والخدمات الطلابية تزيد مذكرات التفاهم والاتفاقيات تزيد الكادر الأكاديمي والبحثي بأفضل الكفاءات لما نكلم تطوير نحن قاعد نتكلم عن تطوير في طريقة التفكير والإدارة والتعامل مع المشاكل تطوير في قدرة المنتسبين على استكشاف قدرات الجامعة تطوير يعز زيادة القدرة على تحقيق النتائج من جهة المتعاملين وليس المورد تطوير يتم بدون أو بأقل الموارد تطوير يقوم على استغلال الأمثل للمكانيات تطوير يرتقي أنه يصنع أثر في المجتمع تطوير يرتقي للقدرة على التجدد بطريقة مستمرة هذا هو مفهوم التطوير لما نتكلم عن التطور لأزالت قدرة الجامعة وحين شون بدأنا نحن كنا نسوي تطوير في طريقة التفكير في طريقة المرة ثانية عمل المنتسبين في طريقة العمل بالموارد في طريقة الاستغلال الأمكانيات لما نسوي تطور نتيجة نتكلم على نتيجة نتيجة معناته نبدأنا نشوف والله أن الجامعة قدرتها على إنتاج خرجين ملهمين صارت وايد أكبر قدرتها أنها فعلا يكون عندها زيادة في قدرة الجامعة على زيادة الفعالية يكون وايد أكبر والله زيادة في نسبة الخرجين اللي يسهمون في تحريك الاقتصاد المعرفة يكون وايد أكبر وهذا ما يسهم في الأخير وفي النهاية في صناعة الأثر على مستوى المجتمع أتوقع أن أقف معاكم هنا أخواني وخواتي عند هذه الجلسة ونكمل معاكم إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله إزاكو والله خير ترجمة نانسي قنقر